أكدت مملكة البحرين حرصها على التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في ترسيخ أسس السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز قيم الحوار والتعايش السلمي والتسامح والتقارب بين الشعوب كمبادئ راسخة في ظل النهج الحكيم لجلالة الملك المفدأ نعم جاء ذلك في بياننا القاه السفير جمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك خلال جلسة مجلس الأمن المفتوحة بجاء الحالة في منطقة الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية أكد المندوب الدائم أن التحديات القائمة ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة تتطلب تعزيز الجهود المشتركة لإرساء دعائم الأمن والسلم والاستقرار ومكافحة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله ومنع تمويله وتطوير التعاون المشترك في المجالات التنموية تناول المندوب موقف مملكة البحرين الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطين الشقيق ودعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في التهديئة وفتح أفاق جادة لعملية السلام العادل والشامل على أساس مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية أكد روعي دعم مملكة البحرين الكامل ومساندتها لمجلس القيادة الرئاسية اليمني في إدارته لشؤون الدولة واستكمال مهام المرحلة الانتقالية بعد ترحيبها بإعلان التوصل إلى هدنة لمدة شهرين داعيتا إلى إنهاء الأزمة اليمنية عبر حل سياسي شامل بين الأطراف اليمنية بما يحقق تطلعات الشعب اليمنية الشقيق في الأمن والاستقرار والسلام والنماء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر